اشتركوا في القناة ولكنه لن يثنينا عن الالتزام تجاه عائلات الاسرى والشهداء ما اقدمت عليه سلطات الاحتلال من جانب اخر بالغاء تراخيص ستة مدارس خاصة في مدينة القدس يأتي في اطار الحرب على الهوية الفلسطينية وفي اطار المحاولات المحمومة لاسرلة التعليم وهو انتهاك صارخ بحق الطلب الفلسطينيين في التعليم في القدس العاصمة نرفض هذا الاجراء وسنتابع هذا الانتهاك الخطير على اعلى المستويات وفي كل المحافل ونشيد بمواقف اهلنا المقدسيين والمؤسسات المقدسية واولياء الامور الذين شكلوا ولا يزالوا يشكلوا خطا للدفاع عن الوجود الفلسطيني في القدس وعن سيادة التعليم والمنهاج الفلسطيني نبارك لابنائنا وبناتنا الناجحين والناجحات في امتحان الثانوية العامة ونتمنى لهم التوفيق في مسيرتهم الدراسية والمهنية ونتمنى للذين لم يحالفهم الحظ النجاح في امتحان الاستكمال نعمل من الطلبة وذويهم التخطيط الجيد والاختيار الصحيح للتخصصات الدراسية والمهنية ربطا باحتياجات فلسطين وان تساعد الجامعات الطلبة على ذلك وبهذه المناسبة اتقدم بجزيل الشكر والتقدير لأسرة وزارة التربية والتعليم وخصوصا طواقم الامتحانات لاتمام الامتحان على اكمل وجه وفي ادق الظروف يتقدم مجلس الوزراء من شعبنا ومن امتنا العربية والاسلامية بالتهاني والتبريكات بمناسبة العام الهجر الجديد 1444 للهجرة اعاده الله علينا بالخير واليمن والبركة وقد تحققت امانينا في الحرية والاستقلال وانهاء الاحتلال واقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وعودة لاجئينا يؤكد مجلس الوزراء ان المحاكم الشرعية الفلسطينية هي وحدها صاحبة الولاية الشرعية والقانونية في الاراضي الفلسطينية المحتلة في كل ما يتعلق باصدار شهادات حصر الارث وسنتصدى لمحاولات الالتفاف والتحايل من قبل سلطات الاحتلال واوامر العسكرية الهادفة الى تسهيل عمليات تسريب الاراضي للمستعمرين الاسرائيليين يناقش مجلس الوزراء اليوم ادارة اموال اليتامة وتقارير امنية ومالية اضافة الى بعض مشاريع البنية التحتية ومشاريع انظمة وقوانين سوف ترفع للسيد الرئيس وشكرا